في وسط الرسالة يقول وديع الجري ارتأى السيد القاضي التحقيق أن الفاعل الأصلي في هذا الموضوع هم ثلاث إطارات علية من وزارة الشباب وأن رئيس الجامعة لكرة القدم شريك في ذلك إلا أنه قرر أن يترك من اعتبرهم فاعلين أصليين ثلاثة إطارات من الوزارة في حالة سراح وفي المقابلة أصدر بطاقة إداع بالسجن في حق الشريك الذي هو روحه وهو رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم نقطة تفصيلة مهمة 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 وكيما قلنا بعض العديد من القضايا يغزر وقت اللي تبدأ في الشأن العام وتبدأ رئيس الجامعة وراسك مطلوب بنتي في ملعدة أطراف مع الأسف مش يجي نهار و أنت كنت ملأتراف ملأتراف ليه ملأتراف أنا وقلت راني ووصلت ملأتراف بطبيعة الحال ويحبو يخرج من الجامعة محبوش يدخل الحبس فهمت أنه حبو يخرج من الجامعة ويبعد على منظومة الكرة وما يدخلش لحبس الإشكال رفيق في هذا الكل أنه اليوم مع الأسف الحاجة اللومة على الرسالة بتاعها دي على الجارية أنه ديما يدخل فيها مسألة بن جردان يا ولدي رأيك مثل ما أنسى بن جردان أنا ندافع عليك وماناش من بن جردان نحن بايش أنا كنت أكبر معارضين لك وندفع عليك نحي هنا حكاية بن جردان خرجنا من المنطق الجيهوي أنت ويلد تونس إذا مظلوم وتستحق مظلوم تقعد ويلد تونس واستعمل رقم وشامي ويلد بن جردان ديما وديع يزمو يخرج من روجيستر هذا يخرج من روجيستر هذا لأنه روجيستر هذا بالعكس يضيق له في العباد اللي تنجم تدافع عليه معاك 100% في عليك أنا بلو زادت فاجات بحكية بن جردان والمقاومة الإرهاب الإسقاط البروشيكسون ومعند حتى معنا مما كانت نجم تكون فلسطينة قضية أخرى موضوع آخر استغل خروجه للرأي العام ترافير رسالة كيمسا كما مش يحكي على القضية الفلسطينية باعتبار أنه من تقريبا من تفهم الأخصى وديع الجري في السجل ناصر اللي بدو شنجم يقول أنا نحب أقول أنه تواجه سليم اليوم خطر اليوم مقتلي حسروحه إنسان مظلوم وحسروحه أنه اليوم يمكن القضاء ما أنصفوش ولا يمكن ما تعاملش معاها بالطريقة المثلة إنه مشاء للرئيس الدولة رئيس الدولة هو يمثل الدولة التونسية هو زي كيف كيف هو ديال الجاري رأوا مسؤول في الدولة التونسية وقد نحكيه على مسؤول في الجامعة التونسية لكورة تقدم طريقة مباشرة ولا غير مباشرة هو مثلا معتها ابن الجمهورية التونسية رئيس الدولة هو اللي يشرف على كل صغيرة وكل كبيرة في البلاد هذه سكفي معتها أنا التظلمة ذا الحق عجبني فيه برشة عقلية في برشة واقعية لما على ما على إلا الرئيس أنه يتفاعل مع الشيء ذا اليوم رأوا السيد ناشدك وقال لك راني أنا عندي راني مظلوم وحنا نعرف اللي رئيس الدولة في نهاية الأمر ما يحبش الظلم للناس وقت اللي نحكيه وحنا على الرئيس من برشة آيات قرآنية استشهد بها مقبل كان يقول اللي رأوا ما يحبش الظلم وما يحبش الناس تظلم ولهذا الرجل هذي يطلب منك أنه هو مظلوم ما فماش عليش لأن نشوفوا الملف وكانوا مظلوم يأخوا الجزام وكانوا مش مظلوم حرام أنه نحطوه في الحبس أنتو كا تفاصيل هذه الموضوع الرسالة تأكد أن الموضوع فيه ما يتحكيه في علاقة بودية كيما حتى تفصيل اللي عودتها أنه ثلاث المتعمين الرئيسيين في حالة سراح والشريك في تصدر في حقه بطاقة إداع تكلم معنا ذات اليوم المسؤول بوزارة الشباب وطفوله وقال بش نعمل جرد لكل الجامعات وبش نشوفوا الكل معناه خاتل وقت أسألناك لو تلات ربيع الجامعات مجي بطريقة هذه قال بش نشوفهم الكل وبش نرجو على كذا وكذا وكذا والليوم بشوفنا حتى شي ومسونا حتى شي في علاقة حتى جامعة أخرى ربي فرج ربي فرج ربي فرج على المظلومين الكل وإن شاء الله ربي يظهر الحق نعود بعد الفاصل الله تسمع الرحمن